السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته Bonjour messieurs dames Nous sommes le 2103 2012 الدقيشية رأنا على كل حال يوم 21-03-2012 موضوع اليوم في هذا التشجيلة المرئية والمسموع على طريق اليوتوب هو هذا الحواد اللي جريت في فرنسا جنوب فرنسا في مدينة منتوبان وتولوز هذا العمليات اللي بدأت في منتوبان بقتل ميرليين أمام المعسكر انتحر العدد هما ثلاثة موتة والرابع في حالة خطيرة جدا لأن مضروب بأسلحة نرية على رأسه ولهذا ولهذا في حالة خطيرة جدا والعمليات الثانية جرت في مدينة تولوز بعيدة على منتوبان ببعض الكيلومترات أمام مدرسة يهودية يهودية الاسم هي أوزار حاترح وين أب وابنيه وأيضا بنت مدير المدرسة من الضحايا من المقتلين من قتلهم ومن قام بهذا العمليات الإجرامية ساوا في منتوبان أو في تولوز شيئا فشيئا الفحص والبحث رجال البوليس الفرنسيس استطعوا يحكموا بنفس الأسلحة النارية التي استعملت في منتوبان واستعملت في تولوز أمام هذا المدرسة نتيج تحليلات دقيقة بالنسبة للرجال البوليس الفرنسيس ولاحظوا بعض الشهود أن الشخص الذي قام بهذا العمليات كان وحده مستعمل دراجة نارية يتحرك بها بسرعة وينسحب بعد كل عملياته هذه حالة أو شيء فشيء فرنسا كلها كانت محيرة محيرة وفي نفس الوقت راه تجري حملة انتخابية باش يعينه رئيس جديد بعد الفترة اللي قام بها الرئيس اللي دور يترك المنصب انتاعه وممكن يجدد مهمته هو نيكولاس ساركوزي أم بعد اكتشفوا شيء ما الشخص اللي قام بهذا العمليات بعض الإجرات الفحصية جعلت باللي البرقية اللي كانت مستعملة على طريق الحسوب اللي جعلت المظلي اللي كان يعني من المقتولين هو أصل على كل حال زايد في فرنسا وفرنسي ولكن الأصل ممكن مغربي وهذه المعسكر هذا انتاع منتوبا اللي مقر المظليين هو مختص يعني في بعض الدفعات العسكرية اللي تاجهت عدة مرات الأفغانستان وقامت بحاملات عسكرية ضد الطالبان وضد على كل حال ممكن عناصر القاعدة اللي محسوبين موجودين في أفغانستان هذا من جهة يقولوا باللي عسكري من هاد المظليين كان نوي يبيع دراجة تنارية وكان عنده معد مع شخص مجهول وكان ارتباط بيناتهم ببرقية إلكترونية على طريق الحسوب لجعل تسيد هذا يكون في مكان معين ولما التحق به الشاري على كل حال الشاري قتلوا هذه يعني إشارة اللي استعملوها رجال البوليس وحدوا على كل حال المكان اللي خرجت منه هذا البلقية الإلكترونية هي سكنة داخل مدينة تولوز تابعة عائلة فرنسية فرنسية الجنسية ولكن ممكن الأصل القديم الجزائري إشارة أولى إذن بعد ما الحادث زياد عود تكرر أمام المدرسة اليهودية في مدينة تولوز إذن ترشط القوة البوليسية الفرنسية لابد يتم القبض على نفس الشخص لأن نفس الأسلحة استعملت في العملية ضد المظليين أمام المعسكر انتحم وهذا المدرسة اليهودية في تولوز لأن ربط المعلومات الأولى اللي جعلت البرقية خرجت من سكنة معينة في تولوز إذن تاجهوا لهذا السكنة هذه باش يطالعوا على الشيء اللي راه يجري في هذا السكنة الشرطة على كل حال دقوا على الباب ولكن الشخص اللي تقدم للباب على كل حال استعمل نفس الأسلحة النارية ضد رجال البوليس وشين بشين السكنة صبحت يعني تحت المراقبة البوليسية البوليسية و البوليسية يعني يستطعوا يتكلموا مع هذا الشخص هذا وشين فشين على كل حال بدينا نعلم ب اسم الشخص هو محمد من راح يقولوا باللي الشخص هذا على كل حال راهوا ينطق يقول باللي راهوا من القاعدة وعلى كل حال راهوا السبب اللي جعلوا يقوم بهذا العمليات الإجرامية هو الإجرام اللي قام به الكايان السهيوني في فلسطين المحتلة وخاصة في غزة لما يقتل الأولاد الفلسطينيين هذا شيء بمثال جعلوا يتحرك بهذا بهذا الإجرام وأيضا العمليات العسكرية اللي الجيش الفرنسي قايم بها في أفغانستان جعلته كذلك يتجاه لهذا العسكر المضليين ويقتل منهم بعض هذه الأمور هذه نبدأنا نسمع فيها وحتى اللحظة هذه راهوا من حصر والرئيس ساركوزي راهوا في حملة انتخابية وعينه يستفيد من هذا الحدث لأن دائما الدعايات وأشياء كما هذه ممكن تفيدوا للتصويت ولهذا على كل حال طلب من رجال البوليس أن يقبضوا على هذا الشخص هذا بدون ما يقتلوه باش يستعملوه لحملتهم الانتخابية وفلربما اليمين والله الحزب ساركوزي ينجح في هذه الانتخابات لأنه ينجم يستعمل هذا الحدث باش يغطي بعض العيوباته وهكذا ممكن المجتمع الفرنسي يصوت لفايته هذا يعني مقدمة بالنسبة للحادث وحبيت ندخل في بعض التحليلات إذن أنا الشيء اللي نتعذب فيه هو يعني هذا النوع من من الأشخاص اللي يقولوا رهم ينتميوا إلى القاعدة لماذا لما على كل حال يخيموا بأعمال إجرامية داخل بلد عربية كما ليبيا وسوريا واليمن والعراق وأيضا في الدول الإسلامية كأفغانستان يكونوا يعني مستجعين في أعمالهم ومدعمين من طرف فرنسا وأمريكا وأنجليتيرا مدعمين بكل دعم بتسجيعات وبأسلحة وباللوجستيكية إلى آخره إذن كانوا على كل حال هذه الناس هادوا مستعملين في ليبيا وقاموا بتدمير ليبيا وانقلاب على ليبيا وكانت على كل حال كل الصحف تعتبرهم كمجاهدين لحرية ديمقراطية لأن الأعمال انتحم صبحت يعني فايدة إلى القوات الاستعمارية وفايدة إلى القوات الإمفريالية منها فرنسا ولما نفس الأشخاص يعني قيموا بأعمال أعمال يعني مشابهة داخل فرنسا تصبح الأعمال التحم يعني إجرامية وهكذا لابد القضاء عليهم هذا المكيالين يعني بالنسبة لي يعني صبحت مشكلة كيف نفهم يعني البعض انت هذا المكيالين من ناحية أخرى لماذا الإحساس انت العائلة الفلسطينية اللي تفقد يعني واحد من أفرادها واحد من ولادها بسبب قتلهم من قوات ساهيونية عساكر ساهيونية تقتل بدون رحمة ولا شفقة أي فلسطيني اللي يتعرضلها بموقف ولا بخزرة ولا بشيء وحتى ثاني كذلك القفص بالطيارات التحم بدون طيار ولا بطيار على أحياء يقتلوا بمثال عائلات كاملة يقتلوا أولاد بدون شفقة واحد لا يتكلم عليهم يعني باللي رهم قاموا بإجراء وهذه العائلات اللي تفقد يعني أفرادها يا هل ترى هذه العائلات ما عندهاش نفس الإحساس كما هذه العائلة الفرنسية اليهودية اللي فقدت يعني أب واثنين من ولاده وهذا المدير المدرسة اليهودية اللي فقد واحدة من ابنته يا هل ترى هذه العائلات اليهودية في فرنسا يحسوا بألم أكثر من العائلات الفلسطينية اللي فقدت يعني أفرادها ولا العائلات الليبية اللي تقريباً اتدمرت كاملة هذا ثاني كذلك يعني شي نحب نسأل عليه ونحب نفهمه لماذا؟ ما كانش يعني نفس الإحساس من بشرية واحدة يا هل ترى هذه الناس هذو معتبرين كمالعقون يعني ما عندهم حتى يعني أصوله بالإنسانية والأخرين على كل حال هما نبلاء وناس على كل حال محترمين ولابد عندهم إحساس أكثر وكل فرنسا فهجت ووقفت على كل حال الحملة الانتخابية اللي راه يتجري باش يجدوا الريس كل فرنسا على كل حال وحتى المترشحين هذو كلهم ووقفوا الحملة الانتخابية انتحهم وصبحوا كلهم موعدهم في مدينة تولوز باش يروحوا يزعوا يعزيوا هذه العائلات اليهودية اللي فقدت بعض الأفراد انتحها هذا الشيء ثاني كذلك لابد أن نحب نفهمه أيضا لماذا هذه العائلات اليهودية المومنة انتع تولوز صبحت مستعملة من طرف جهات صهيونية اللي استعملوا الألم من تحم باش يعني ديروا دعاية صهيونية اللي من دروا جديد دور تغمنا وتغطينا الواقع وتصبح بمثال حاجتهم يعني هي هي العظم وهي الأخطر وهي الأكبر ولماذا هذا الفرنسيس حتى دينهم يهودي ظهر لهم يروحوا يكونوا مدفونين في القدس هل ترى فلسطيني مقدسي اللي طردوا هذا الاجتعمار هذا الكيان الصهيوني من بلده يا هل طالعا لما يتوفى عنده حق يرجع يكون مدفون في بلده اللي زاد فيها وجدده زادوا فيها لابد ما عنده حتى حقا لأن الاجتعمار الغالو الحق انتعه بباطل وهكذا يعني هذا اليهودي اللي تقريبا زايد في فرنسا وممكن جاء من الجزائر ولا جاء من تونس ولا جاء من المغرب ولا جاء من أي مكان اللي ما عنده حتى صيلة مع فلسطين أصبح مولى فلسطين وصبح له حق يكون مدفون في القدس ولا هار المقدوسي اللي مترود من بلاده وما عنده حتى حق يكون مدفون في بلاده هذا ثاني كذلك باطل لابد الإنسان يخذه بعين الاعتبار كان حاجة أخرى اللي لابد الإنسان يفهمها هي الحواد هذه اللي راي تجري في أفغانستان وهذا الحرب الدائم اللي عنده تقريبا أكثر من نصف قرن بين المستعمرين اليهود وموالين الحق الفلسطينيين هل ترى هذا الحرب هذا ما هو السبب من تح هذا الحادث هذا اللي راه جرى في تولوس هذا ثاني كذلك سؤال لابد ليه الجواب أدرك على كل حال لابد نعم المجهود ونتكلم على نفس الموضوع باللغة الفرنسية نحن نعايا نعايا نحنه جزيزين للمشزيين بمتوبان محق محقا 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 هل رامنن بوجها هل كانت تحلق من محق وفتغم كانت مردته بضعه المطال للشبب النجيع التعليق بداً مردت injuries المترجم اليوم كثيراً بعد ومتارت في مرة على تلك البالة وفي كان يتخلصها في سنة الملزتيات ترميز في سنة هم في المزيد ، وفي السنة اتخلت في سنة سنة عشرة أيضاً سنة واحدة وفترة فيها جارة وفترة تم اجنس بنا اشياء ايش بحث واقع صلاح اعرفت أن لا يتجانا او افضل الناس مجرد اولا واقع اوزار قطع الناس مجرد اوزار اتازم اوزار اوزار افضل ainsi que l'attaque de la fille du directeur de cette même école. Ces quatre personnes ont été abattues et tuées sur place. Cette personne, également de sang froid, avec le visage protégé par un casque de motard, قام بحقا بحقا بحق تبعه بحق عليك إنها مكتبه تجربت احبالت يتقلقى المعلمية يتعجبها عزتك من طلب تجربة كما تتلقى لكن تدعى من الأطول فهذا هو التجاري ومتحرك بينما يشترى مقالد الانترامي وقد شرطت الى هناك يمكن أن تلك تحديث قد تحديث ومتحرك تبع المنزل ومتحرك يحديث صوى لدطور الإنسانيين ظهران صليقات الخصوى ، تاريوفير ، وخصوى على سبيل الله الرحيطية ، السبباء ، التنسيط في سبيل التشريع البيان من المتجارب ، ولكن كتابات المتابعة سيطة الانسناعية تردت على الواضحة لنساء التنبية كانت على خطفة اندقان كانت فيدرجة كانت تردت على انتابعة لنساء ايضا وضع تدرجة كانت أخبر أو أخبر هذه المقاطعة. قبل أنه على الماضي لفعله هذا المنصر من المنصر من المطلقة الآن. لكن إلا أنه كان تلقى أمام التي كان في المنصر كانوا أيضًا بالكثور والانتخطة الآن من أخبرنا أنه سنقضى Peut-être que c'est la même personne qui a agi devant ce casernement de parachutistes à deux reprises. Et donc les choses ont traîné un petit peu. Avant que cette troisième chose ait arrivé devant cette école. Et également la même arme ait en servi cette fois-ci encore. يجب أن يذهب بالحقق و الموضوع من الواقع في هذا الوقت . أين استيهوا هذه المال. ثم مجردوا بشيء. ثم أصبحت مرحل وحديث وحديث، وحديث تكون خلال محن دائماً اشتركت في محن العدد على المنطقة مع شخصيًا وحديث محمد راه ومحن راه نهي من المتابعة يحب أنه محمد برره كان قد عقل في مجلس أساسيسة سعرزا توريقل في مجلسان وفي مجلس من المحارسة في الوصف توريقل في المجلسة في الوصف وفي امعين أيضا مجلس الوصف يسرح للمشاهدة يدخل في الوصف ومن المخصر لقد قمت بيارة الالكايدا. ومن قمت برزوجة الفرنة في الوصول على حقيقة الأفضل ومن المشاركة في الاجتماعات السيونية في الاصحة اليوم ومن المشاركة في الامن ومن تتوقف الوقت في الاجتماعات الاجتماعية ومن ثم من أحوال أدواني بريد أن يعرفونه ومن ثم أن يأتي برئابي سيكون هذا بجدًا بإنهالي ومن ثم أن يجب أن يحصل على حالي أن ينستخدم هذا المنظم ومن ثم نسيحة لهتما بالنسبة للإضافة سلامة المنطقة للمشاهدة هذا هو الأن ما سأريكم بها نحن مذهل سيئك ويخلقه ليست كذلك لو ركاة بطوله أيضاً صعبات 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 لك سأبر الذين ينحن العديد من الأرض للعيبيا. Ils ont été également arrêtés et surpris en train d'agir de la même façon en République Arabe Syrienne, aidés par des éléments de la DGSE française, de l'armée française, des journalistes, faux journalistes, des services secrets en train de tuer au nombre de 15 000 des civils innocents syriens ونحن الى سنة من المدينة منذ المنزل، سيئين، في الفيديو ونحن تحاول تحاول دخل درستك من قبل المجموعة، مع جراداتهم، اجراداتهم، في العالم، سنة من المستخدام، وفي المنزل، تأسل الى اخرى، يتتساق بعضهمين من ألعابهم من التعامل للحصول على الفرصة عندما يتشارعون لتجاهزو من النقارات السيئية يتدري بالقامل على الإجتماعات السيئية لا تكتب أن يتحصل على البيض لأنه مستطعي المترجم وو��حبň عن المعانية المقبلة من هذا المهور والمحافظين الموجودة يوم من الزمينة من المحذرة في توليسة ومطلبة هذا هو الوضع من أميز ومسورة فالتالي أحدثًا، هل هذه المشاركة جداً فيها المعرفة التي تستطيع العمل على الراسل البحرين على الواسط وقتها؟ كما أعتقد أن تتعرف أن الله لا يتعرف المبادرة لذلك المنظمة للجعب في المساعدة للمساعدة للمساعدة سعودة مع المساعدة للمساعدة على الوقت لمساعدة سعودة بين الناس والعبوطة الوطف المسافلين يحتدي أن الوطف قريبا بسيارة الوطف الأعسف بالمسافلين بمستقبطة لذوق الوطف في حدث انساب مستقبطت لذوق المستقبط و وكيف اتفاهرنا الشعر عليها بين يقبل فقط كراملين سيئرون من فجال وغالبانية المسافرية في خالديهم وغالبانية وغالبانية ومثل في سبحاني ومثل في افغانيسان ليس هناك هذا المسافر لا يوجد أن يوجد محمد مرح المطفل في هذا النظام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته